اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم سنتعرفوا على المدخل الثاني المهمة والمهمة بالنسبة للناس اللي ستشوفوا اشتركوا في القناة اللي ستشوفوا في القناة اللي ستشوفوا في القناة اللي ستشوفوا في القناة ان شاء الله الحلقة الثالثة في الى كونتابيلتي جنيرال فاش غدين بغيون دخلو لأول درس تطبيقي اول درس تطبيقي مهم ومهم جدا وهذا الكتيب خاصكم ضروري تشريوه لانه فيه المعلومات وفيه قعدك شي لغتتخدمو به في التطبيق يعني من لغات تبغيون تطبيقوا لאן كونتابيلتي جنيرال غدي تحتاجوه لذلك تجعل ليس كثيراً يعني 8 يالو كأيفين تصدر من 50 و 20 درهام حتى 30 درهام الماكسيما دكو دكو هذا المطابق الماركا هو لي في هدلة المراصب تقريباً عنده علاقة للمراصب بينه هنا في المعلمات المراصب المراصب الأمريكوية و لكي نقول هذا هذا المراصب هذا قي نقولنا Selon ce principe, l'entreprise doit établir ses états de synthèse dans la perspective d'une poursuite normale de ses activités. Ce principe est abandonné en cas de cessation de l'activité. Alors, comment est-ce que le principe est-ce que l'entreprise doit faire ? La question est-ce que l'entreprise doit faire ? Donc, le principe de la continuité de l'exploitation, l'exploitation c'est quoi ? L'exploitation c'est l'activité principal de l'entreprise. L'exploitation c'est l'activité principal de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise de l'entreprise, c'est bon ? C'est quoi ? L'exploitation c'est bon 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 ? C'est bon ? C'est bon ? L'exploitation c'est bon ? L'exploitation c'est bon ? Donc, שנLAER aux Access de l'entreprise, 1300 Le l'exploitation c'est bon ? Le c't sempre L'exploitation c'est bon ? Je suis damnuffée dans une vraie d'eux enfin, c'est bon ? Une vraie d'ici pour les clickées عندها ديمومة خاصة تحافظ على الميطود. هذا هو ليكي يجيبي هذا البرانسب. هذا البرانسب ثاني كي يقولك خاصة تحافظ على الميطود ولغيقل. طريقة باش تصيب البيلون ديالها الطريقة باش تصيب هديك الوثيقة خاصة تفقى محافظة على دوك المراحل او لدوك القواعد. ممكنش تغير كل مرة ديالة وثيقة في شكل. إلا كنت تصيب الوثيقة ديالها ديال المحاسبة بذلك الطريقة خاصة تبقى محافظة عليها دائما من عامل العام. يعني كل عام تبقى محافظة على نفس الميطود نفس الطريقة نفس الاشتغال. نفس الوثيقة نفس الطريقة باش تحطي الوثيقة تبقى حاطةهم. داكو. إذا هذا هو البرانسبش كي يقولي. كي يقولي خاصة تحافظ على الميطود يعني من سنة الاخرى هات تبقى محافظة على نفس الوثيقة ونفس الطريقة باش تخدم. إذا إلى غيرت الطريقة باش تخدم او لغيرت شي وثيقة من الوثيقة او لغيرت شي حاجة خاصة تعطي براهين وحجج وآدلة علاش غير طريقة دي الخدمة دي شنو تدافع لإخلاة غير طريقة دي الخدمة دي داكو المبدأ الثالث تكلفة يعني كل منكم غيقول تاريخية دائما حاولوا ما تترجموش حرفيا ترجمو المعنى عن خودو المعنى ان vertو د سوى المنصف اله sprinkات المعنى المتح prosecut Красيو الأفضل التعليم اترجمو الج вз utilis بأن شенти ماليكة تشري شي حاجة شي ماتاريال شي اه اجهيزة شي حاجة خاصة تسجل اه خاصة تسجل بنفس التامان بنفس القيمة باش دخلات عندي للشركة وخا قيمتها في السوق او لا قيمتها الحالية التغير ما كيهمنيش تامان باش دخلات عندي للشركة هو لي خصني نسجلو بيها ميمكنش تكون هي داخلة بعشر الاف درهم وانا ديلات ناشر الاف درهم امبوسيبل تامان باش دخلات عندي للشركة وباش تريتها هو لي خصني نسجل في الواتائق او لا في الازيطات سنتيز اللي عندي سيبون اولا كان شي شانجمو ركا تغيرو من بعد فالقادية ديالالاناليز فينونسيغ اللي غننتعرفو عليها بنسبة لدوزياماني ان شاء الله اشنا كي يغلي هاد لفرنسيب هادا اشنا كي يغلي هاد لفرنسيب هادا انتعرفو على دوزيامانيش شارج أو بخودوي سيكوالو شارج سيكوالو بخودوي شارج مليك نقول شارج شنا هو شارج مليك تمشي عند ملحنه وتكتقول له عفا كعطيني هاد الحاجة وكتعطيه انت الفلوس مليك تخرج فلوس باش تشري شي حاجة كتسمى أن شارج دكو عكس ديال برودوي برودوي هو منتوج شارج هي عيب عيب علية وبخودوي هو منتوج منتوج بالناس مثلا انا هو مل محل عندي محل تجاري فشتيجي عندي شي واحد تقول لي عفاك أعطيني ذيك الحاجة وتخلصني هادك الحاجة اللي بعتها انا المنتوج ديالها الفلوس ديالها ولا تثر برودوي بالنسبة لي يعني هادك الحاجة ولا ت saddle لي الفلوس كتعطيني الفلوس emotion سيطان برودوي اما الشارج هما الأعباء فشتشريها دي وتشريها دي وتشريها دي وتشريها دي هادك الحويج بدلي شريتي هم أعباء بنسبة لك حيتخرجي على ودوم حالي بذلك سيتان شارج أش كيقولي هادل برانسيب كيقولي لي شارج واليبرودوي خاصهم يتسجلوا فنفس العام اللي تدارو فيه إلا شريت شي حاجه هادل عام خاصني نسجلها فهادل عام بالتاريخ ديل هادل عام وإلا بعد شي حاجه هادل عام خاصني نسجلها في التاريخ ديل هادل عام يعني إكزيغسيس شنوى إكزيغسيس ماشي يتمرين باش نكونوا واضحين الأغلبية فيكم غايقولي تمرين إكزيغسيس في لكونتابيليتي كيتقصد به إيناني إيناني سي إكزيغسيس إيدا إكزيغسيس سي إيناني يعني سنة واحدة في لكونتابيليتي كنعتبرها إكزيغسيس يعني كل بروضوي يعني منتوج شريته وخلصت عليه كل حاجة شريتها يعني شارج خلصت عليها الفلوس في هذا العام غنت نسجلها في هذا العام وأي حاجة بعتها يعني بروضوي بالنسبة لي منتوج يعني بعتها وتخلصت عليها وقعت في هذا العام غن نسجلها في هذا العام إلا كانت شي حاجة متعلقة بالعام اللي يجاي غن نسجلها بالنسبة للعام اللي يجاي داكو يعني خسنين احترم ل لبيريوت فاشو وقع فيها العمليات التجارية ولا العمليات اللي وقعت إلا كانت هذا العام نسجلها في هذا العام إلا كانت في العام الجاي نسجلها في العام الجاي إلا كانت في العام لي فات أفضل C'est bon? D'accord. Le cinquième principe, le principe de prudence. نطعرف علي. Au terme de ce principe, les produits ne sont pris au compte qu'ils se sont définitivement acquis à l'entreprise. Par contre, les charges sont comptabilisées dès lors qu'ils sont probables. هل أنت نعلم في هذا المنصف؟ يقول لي ما نسجل ما نوتق شي حاجة شريتها يعني برو دوي برو دوي هي شي حاجة شريتها ما نوتق شي حاجة شريتها إلا إلا دخلت لي يلا نتخل بخيز داكو عكس لي شرج إلا كنت أنا متوقع بلي شهر جاي أنا أنا مول شركة كنقول آه شهر جاي خاصني واحد مية طون ديال ديال سلعة إلا كنهضر على مستقبل شهر جاي داكو إلا أنا متوقع بأن شهر جاي خاصني مية طون أشنو كيوقع كندير احطياتات ديالي داكو احطياتات ديالي داكو كنخسن واحد طريفة الفلوس ها وكان كنطابيليزي ها لابرو فيزيو يعني كان نوتق بأنه عندي حطيات هنا خصني نوتق بأنه عندي حطيات عندي واحد لقدر ديال الفلوس حاطو حطيات إلا خصتني الفلوس في هذيك الفترة وما عنديش للقابة دا عندي مني نجبل الفلوس داكو أما البرو دوي يعني المنتوج اللي بعتو المنتوج اللي بعتو اسمحوا لي يعني أي حاجة بعتها ما عندي الحق نوتقها إلا 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 تشارات الانتروبخيز داكو 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 أما الشارج اللي علية اللي خصني نخلص على ودوم الفلوس داكو هادوك ممكن نوتقهم داكو 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 د . . . . . . يجب أن يكون مواضحة في المحاسبة يجب أن يكون مواضحة يجب أن يكون مواضحة في المحاسبة هذا هو مواضحة ويجب أن يكون مواضحة صيحة يجب أن يكون مفيدة ويجب أن يكون مواضحة يمكنك أن نعود مواضحة سترى شديدك في حلقة جديد سأخبركم سأعطيكم مثال زيان بحلها و نشعر الله و نجعله و نريكم كيف يسهل و كيف يسهل و كيف يسهل و كيف تعالين و حلوقه إذا تجعل嵛ا عندما نعمل بحل سلعة نستطيع هاتف الأشرة المرشنديز لم يتم صوت المرشنديز يعني هذا البرنسيب ينتجه الدقيق و واضح يعني واضح وصريح ودقيق في الكمتابلية لكن لماذا نبدأ نتلعب؟ نعود هذا الكمت بعد الكمت ولا هذا الكمت بعد الكمت لا سنقوم clair يعني واضح ودقيق نعود هذا الكمت بعد الكمتابلية ما يمكن أن يكون لديه الوثائق المحاسبة يعني الوثائق اللي سوف نتعرف عليهم من بعد إن شاء الله في الدروس الجيدة وأول واثقة سوف نتعرف عليها هي البيلون وأهم وأول واثقة سوف نتعرف عليها هي البيلون ماذا يقول لي هذا البيلون؟ الأهمية التعليلية أو البرهانية يعني يخسرين البرهان يعني ما يقول لي؟ خاص هذه الوثائق المحاسبة يتوفره على جميع المعلومات اللي ستجعل القارئ هذه الوثائقة يفهم ويعرف ويأخذ نظرة على الوضعية للشركة يعني تكون واضحة كليغ يعني شنو قلنا قبلها في البخانسيبل قبل هذا هذا الشي اللي عندي يكون كليغ هدي أولاً ويتوفر البخانسيبلين من بعده يتوفر على المعلومات الضرورية اللي غتخلي القارئ ديال هذه الوثيقة توضح له الرؤية بالنسبة للوضعية ديال الشركة أولا المكونات ديال الشركة بسهولة يعني من لش كتتتكون الشركة مثلاً إلي شريت هاد الالاق ستوتق تما وتكون باينة وواضحة والتمن ديالها بشحال و المجموع ديال هادي مع هادي بشك تعطيني هادي بشك رخرج الغذيولتا في الاخر يعني الغذيولتا اللي غتخرج ليه في الاخر خاص يكونوا أ يعني المراحل بشك رجلي الغذيولتا تكون واضحة في تلك ليتها هادي كليتا تسانتز اللي عندي يكون واضحين فيها جميع جميع كل شيء كل شي واضح يعني هاد السيد هاد اللي غياخد هاد الوثيقة هادي وغيب غيقراها غتجي سهلة وواضحة يعني غياخد جميع المعلومات اللي هو محتاجهم بسهولة داكو الى هنا اذا نتمنى اصدقائي انني نكون فتكم ولو بشي قليل سمحوا لي بعض الشيء كان يكون عندي انشغالات وكان يكون في وضعية دي اللعاية بعض المرات دونك ان شاء الله عما قريب الحلقة اللي ماجيه ان شاء الله غتكون في كونتابيليتي فيما يخص كونتابيليتي غادي تكون في اول درس وغندخله تطبيقيا وحرفيا للتطبيق ديال كونتابيليتي جنيرال وهنا اصدقائي كان بغيكم انكم تكونوا متبعين معي ومركزين معي مزيان لان داكشي اللي جاي مهم ومهم 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 بزاف ايدا فقط انا من خلال اللي دو فيديو دابة اللي حطيت لكم فقط كنعطيكم لبارتي تيوري او الجزء النظري من اللي كونتابيليتي يعني المفاهيم النظرية ولكن دا بغا ندخله التطبيقي واللي هو مهم ومهم جدا في اللي كونتابيليتي جنيرال لانها كتعتبر من المواد التطبيقية او المودول التطبيقيين داك مهم بزاف وصيرتو بالنسبة للناس للبرميراني التاسجي او للتسي او لان عندهم في الاكزامة ديال الخردسانة واحتى كذلك الناس ديال او للطلبة ديال الفاكولتي بالنسبة الجستانو ايكونامي تا هو مهم ومهم بزاف لان هادشي كلو اللي جاي غنشوفو ان شاء الله عندهم في الامتيحانة ديال اخر الدورة اذا نتمنى انني نكون عند حسن ظنكم وان شاء الله نشوفكم في الحلقة الماجية الحلقة اللي غتكون مورا هاد الفيديو ما غاديش يكون تتيم ديال كونتابيليتي لكونتابيليتي ان شاء الله غادي تكون اول حلقة من موديل ديال ستاتيستيك ديسكريبتيف نتمنى انكم تكونوا في الانتظار وتتبع ديالكم دائم لينا وشكرا الى عجبك الفيديو دير ابوني باش يوصلك قاعد جديد وشكرا اشتركوا في القناة